تعالوا نحضر الكلير بس بالبداية خنحضر الحشوة او كريمة الحلويات بالبداية بطاسة راح اخلي اربع صفار بيض ونسكوب شكر وابدي اخلط بيهم الحد ما تتعب ايدي ويصير لونهم فاتح بهذا الشكل اضيف عليهم ثلاث كوب نشي بعدين اندي كوبين حليب مغليات اخذت كمية من عنده وخليت على الخليط نخلطهم بعدين نرجع هذا الخليط على الحليب واخليهم على النار وابدي احرك الحد ما يذخنوا يايا الخليط بهذا الشكل اضيف عليهم ملعقة زبدة ملعقة كبيرة فانيلا سائلة واخلطهم وصارت يانا الكريمة اخليها بتاسق واخليها تبرد تماما مدة ساعة تقريبا وبس يلغالين هاي طريقة الكريمة نحضر ابطيها بيكلير بجدر راح اخلي نس كوب مي نس كوب حليب ومية غرام زبدة دايبة بترجة حرارة الغرفة احركهم واخلي الزبدة الذوب بعدين اعطف النار واضيف كوب طحين احركهم سوية بعدين ارجع اشغل النار واستمر بالتحريك لمدة ثلاث دقائق حد ما اصر العجينة بهذا الشكل اخليها بتاسة واخليها عشر دقائق تبرد بعدين راح اضيف لها بالتدريج اربع بيضات واعجن يحتاج لها صبر لان هنا راح تحسون عجينة خربت بس تستمروا لحد ما توسطوني لهذا القوام بعدين راح نخليها بكيس حلواني هذا التب مالتي وبصينية عليها ورق زبدة راح اسوي الاكلير بهذا الشكل ادهنها بطبقة بيض خفيفة مو كل شو واي وادخل الفرن على المية وثمانين اتخذ 40 دقيقة من جوه بعدين من فوق توبيها فتحات ونحشيها بالكريم ونغطيها من فوق بالشوكولاتة ذوبتها ويا شوية زيت وشوكولاتة بيضة اذا تحبونها منه وبس يا حبابي هي هاي طريقة الاكلير كلش طيبة وسهلة ما راح تاخد معدكم وقت جربوها والف عافية الغالين